السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أزاية الله بالصف العاشر أولا كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة دخول شهر رمضان إن شاء الله يكون رمضان سعادة وإنجاز وقرب من الله وزيادة إيمان خلال رمضان أنا عندي نصيحتين لكم سريعتين قبل ما نبلش بدرس أول نصيحة إنه الإنسان دائما يتذكر خلال دراسته إنه بتدرس وبعمل هاي الدراسة لله يعني أنا بتدرس عشان أكون إيش عظيم في المستقبل عشان أنجز لنفسي عشان أساعد حالي وأساعد أهلي أساعد هاي الأمة كلها عشان أكون إيش عظيم بيفتخر فيه أهلي وكذا فلذلك الدراستي الآن وخلال رمضان خاصة يعني الدراسة هي فعل الدراسة نفسه هو إشي مبارك وإشي ربنا عز وجل بكافأك عليه لكن دراسة وخلال رمضان هاي دراسة لسه مباركة أكثر وإن شاء الله إنه يكون معنا وقت أكثر خلال رمضان يعني الإنسان ما بترتهي بمثلا أكل شروب تركيز الإنسان بشكل عام خلال رمضان بيكون أكثر تمام؟ إذا عرف طبعا هو إيش ينظم وقته بشكل طبيعي والنصيحة الأخرى اللي حاب أحكي لكم إياها إنه الإنسان بشكل عام وهي نصيحة بشكل عام إنه الإنسان ما يثقل في الأكل خلال الفطور عشان يقدر يدرس سواء مواد حفظ أو مواد فهم سواء مادة الفيزياء أو غيرها كل مواد بتركيز كلها دراستنا عشان نتعلم منها نستفيد منها مش فقط إنه ندرسها نحفظ المطلوب منها وخلص وإلى آخره عفوا لا يعني إحنا بدنا نستفيد من مواد قدر الإمكان تمام؟ نتعلم منها نأخذ منهم ما فيهم جديدة سواء مادة الفيزياء أو غيرها فذلك الإكثار في الطعام بشكل عام يعني مش إشي محمود فإنسان بحاول يخفر قدر الإمكان عن حاله يعني خلال الفطور عشان أنا أقدر أدرس وأركز وأجهز حال الامتحانات تمام؟ طيب مع هاي البداية خلينا نبلش مباشرة في الدرس الآن نحنا وصلنا في المادة للدرس الثالث وهو كهل مجال في الدرس السابق أخذنا عن مفهوم القوة الكهربائية من خلال قانون كولوم قانون كولوم كان بوصفني القوة كهربائية بين السحنات تمام؟ اليوم بنتعرف عن المفهوم الجديدchain وهو هو المجال الكهربائي إذا منلاحظ في الدرس السابق لما كنت نحسب القوة الكهربائية بين الشحنات كانت القوة الكهربائية تأثر على التفاعل كيف يعني بتأثر عن البعد؟ يعني ما كان فيه داعي انه اجيب شحنة موجبة تمام وخليها تلمس شحنة موجبة ثانية عشان تأثر فيها لا ايه كانت تأثر عن بعد تأثر على بعد والله كذا تمام فاذا القوة الكهربائية قوة تأثير عن بعد كما رأينا في الدرس السابق الشحنات كانت تؤثر على بعضها البعض بقوة تنافر او تجاذب دون تلامسها بالضرورة يعني اذا قربت على بعضه وتلامست هاي صارت القوة اعلى ما يمكن لكن مع البعد برضه كانت ايش كانت تؤثر فكيف تعمل هذه القوة الكهربائية؟ كيف ينتقل اثرها؟ تمام؟ طيب كيف يعني قوة الكهربائية تنتقل عن بعد؟ احنا مش فاهمين طيب الان القوة الكهربائية تشبه الى حد ما قوة التجاذب بين الاجسام قوة الجاذبية تمام؟ فكلهما يعمل على تجاذب او تنافر الاجسام وكلهما يؤثر في الاجسام عن بعد دون تلامسهما هذا النوع من القوة يسمى بالفيزياء قوة مجال الان قوة الجاذبية لما انا ارفع اشي وافلته الارض بتجذبه عن بعد مزبوط ما في تلامس بين الارض وبين الجسم لكن الارض بتجذبه عن بعد نفس الاشي الشحنات كانت الشحنة تجذب او تتنافر مع الشحنة الاخرى عن بعد خلال مسافة فاذا هذا النوع من القوة يسمى بالفيزياء قوة مجال اي انه هاي القوة الها مجال تمام منطقة معينة تشتغل فيها تمام طيب تؤثر الشحنات على بعضها البعض بقوة كهربائية دون ان تتلامس من خلال وجود مجال كهربائي لكل شحنة مجال التي نسمى باللغة العربية مجال بمعنى ان هي منطقة محيطة تمام طيب شي يعني هذا المجال الكهربائي لكل شحنة المجال الكهربائي هو مجال الشحنية إذا وضعت عند أي نقطة فيه شحن كهربائية يعني الحيز هذا iemand إذا وضعت تم وضع الشحن الكهربائي عند أي نقطة فيه تمام تأثرت بقوة كهربائية تمام فإذا هو مجال قوة لما أحكي مجال هو مجال منطقة هاي المنطقة هاي الموجودة فيها القوة تمام طيب هذا التعريف العام الان تعريف بالفيزا كالتالي اجو العلماء بدنا نتفكر كيف نعرف المجال هذا فتم تعريف المجال الكهربائي من خلال وضع شحنة اختبار شحنة هاي زي شحنة ثانية اخذناها قبل في الدرس السابق اللي قبله لكنها مسميها شحنة اختبار ليش مسميها شحنة اختبار لأنها هي اول اشي موجودة يوجبه تمام ماشي موجبه فهمنا لكنها صغيرة جدا جدا ليش عشان نقدر نختبر احنا قوة الشحنة الاصلية لبندنا اياها من خلالها فهاي شحنة الاختبار شحنة اختبار نقطية موجبة صغيرة جدا توضع في مجال الشحنة الاصلية هي الشحنة الاصلية تمام وهي ايش هي شحنة الصغيرة هي هون مش بيين صغيرة كتير لكن في رسمات اخرى منخليها اصغر ما يمكن احنا ليش عشان ما تأثر على الشحنة لانه الهدف منها ايش الهدف منها كالتالي الهدف من شحنة الاختبار قياس القوة المؤثرة عليها في تلك النقطة التي توضع عندها طيب اذا يتم تعريف المجال الكهربائي من خلال وضع شحنة اختبار نقطية موجبة صغيرة توضع في مجال الشحنة الاصلية المولدة للمجال يعني احنا بدنا نشوف المجال لمن الشحنة الكبيرة الاصلية وبقياس القوة التي يؤثر بها المجال في شحنة الاختبار هذه يمكننا حساب المجال الكهربائي للجسم اذا انا بحط نقطة بحط مثلا شحنة اختبار الان شحنة الاختبار راح نتفق انا وياكم انه راح نمزلها بشين نقطة او شين صفر اللي بتكم اياها سموها تمام احنا بنسميها بيكونها بالانجليزي شين نوت نوت معناها نقطة شين نقطة ليش نقطة انه يعني اساس انه هي صغيرة جدا تمام الان كيف منعرف المجال الكهربائي منجيب الشحنة هاي شي نقطة الصغيرة جدا منحطها عند النقطة هاي منشوف ايش القوة قداش قوة راح تتأثر فيها طبعا من مين راح تتأثر القوة من مجال الشحنة الاصلي من قوة الشحنة الاصلي يعني على اعتبار منحطها عند دقة ثانية منشوف كيف راح تتأثر كيف راح تتأثر من حيث شغلتين اول اشي مقدار القوة كل ما ابعد او اقرب وثاني اشي اتجاه القوة مثلا انا محطها هون اتجاهها لوين مثلا شوف كيف زاوية اليمين هون اتجاهها نحو محور الصادات اعفون محور السينات الموجه فانا عند عندي نقطة الف ونقطة باب بفحص او بعرف فعليا انا مش بفحص انا بفحص وبعرف المجال الكهربائي للشحنة هاي من خلال نحط نقطة عند نحط شحنة عند كل نقطة في اللقات المحيطة في هاي الشحنة واشوف قديش المجال وقديش القوة اللي بتأثر وقديش اعفون قديش قوة وقديش وين اتجاهها يعني فنلاحظ ان القوة التي تؤثر على شحنة الاختبار شين صفر في الموضع الف ستختلف عنها في الموضع باب وهذا يعني ان قيمة المجال ستختلف من النقطة الف الى النقطة باب اذا انا عندي الف غير عن باب لاحظة مثلا السهم اقصر وحكينا ان طول السهم او بتعرفوا ان طول السهم المتجة تمام بيمثل لي القيمة اتجاهها غير فاذا مقدار المجال الكهربائي واتجاهه ليس ثابتين عند النقاط الواقعة في جميعها الواقعة في مين في المجال نفسه تمام طيب هذا بشكل عام من قدار المجال الكهربائي واتجاهه ليس ثابتين بشكل عام تمام طيب اذا بناء على ما سبق يتم تعريف المجال الكهربائي رياضيا تمام وحسابيا كالتالي المجال الكهربائي لأي نقطة تمام متولدة طبعا من من الشحنة هاي المجال الكهربائي المتولد ايش هو هو عبارة عن قوة الكهربائية التي تؤثر بها الشحنة هاي شين في وحدة الشحنات الموجبة الموضوع عند تلك النقطة يعني هي عبارة عن القوة الكهربائية المؤثرة على الشحنة الاختبار هاي الموجبة دايما رح نتفق انا وياكم انه شحنة الاختبار اللي اختاروها العلماء هيك من عندهم قال لك احنا بدنا شحنة الاختبار بنحطها موجب تمام طيب اذا هو مقدار القوة الكهربائية المؤثرة على تلك يعني على وحدة الشحنات الموجبة تمام اللي هي تلك الشحنة الاختبار مقسوما عليها مقسوما عليها يعني القوة الكهربائية تؤثر بها الشحنة في وحدة الشحنات الموجبة الموضوع عند تلك النقطة تمام طيب رياضيا من خلال القانون منعرف المجال نرمز له بميم ميم مايلي هاي شايفينها كيف هاي معناها المجال الكهربائي ايش بسويلي المجال الكهربائي بسويلي القوة الكهربائية مقسوما على شحنة الاختبار اللي حطناها هاين اللي حطناها عند النقطة تمام هذا هو تعريف المجال الكهربائي يعني انا بدي قديش القوة اللي بتأثر على شحنة الاختبار هاي ولاحظ انه شحنة الاختبار صغيرة جدا جدا ليش محنا بدناش يتأثر على شحنة الاصلية احنا بدنا نكيز قديش بتأثر الشحنة هاي على الشحن المختلفة تمام؟ طيب لاحظ طبعا ان عندي انا قاف اللي فوق هاي قافي القوة الكهربائية اللي تتأثر بها الشحنة الشين في شحنة الاختبار شين صفر وتقاس بوحدة نيوتن اللي هي عبارة عن قوة شين صفر هي شحنة الاختبار الموجبة وتقاس بوحدة الكولوم وميم المايلة هاي هي المجال الكهربائي وحدة قياسه بالنظام العالمي نيوتن لكل كولوم راحب كيف نشتق الوحدة مثلا عندي وحدة المجال وحدة المجال ايش بتساوي؟ وحدة القوة مقسمة على وحدة شحنة الاختبار طبعا شحنة الاختبار واللي شحنة عالية هي بالاخر ايش وحدتها؟ كولوم فوحدة القوة نيوتن على وحدة الشحنات اللي هي كولوم فبتصفي وحدة المجال وهي الوحدة العالمية اللي هي نيوتن لكل كولوم ولاحظ كمان مرة بأرد اأكد على التعريف المجال وحدته نيوتن لكل كولوم بمعنى إنه قديش أنا القوة اللي بأثر فيها على هاي الشحنة عندما أضاحها في النقطة الفلانية تمام؟ طيب نيجي أن نأخذ مثال عشان نفهم الموضوع أكثر مثال 5 إلى 4 بحكيلي وضع شحنة اختبار موجبة شين صفر مقدارها 2 ضرب 10 أخوة ناقص 2 نانو كولوم ولاحظ لما حكينا إنه شحنة اختبار موجبة هو نبين معاي موجبة وصغيرة هو نبين معاي شوف قداش صغيرة يعني نانو كولوم يعني عقل إشي تقريبا تمام؟ عند النقطة في مجال كهربائي تمام؟ فتأثرت بقوة قاف مقدارها 6 ضرب 10 قوة ناقص 4 نيوتن جد مقدار المجال عند النقطة المذكورة تمام؟ الآن المغدار المجال بعتمد على القوة وبيعتمد على شحنة الاختبار اللي إحنا حطناها ما بعتمد على الشحنة الأصلية فلذلك هو بحكيلي وضعت شحنة اختبار موجبة عند النقطة في مجال كهربائي المجالها ظلمي لا شحنة موجبة تمام؟ أو شحنة سالبة مش مهمة الآن ربع ديها رح ترص كيف المجالات بتكون تمام؟ لكن أنا اللي بهمني إنه شحنة الاختبار قداش مقدارها وفتأثرت بقوة قاف مقدارها 6 ضرب 10 قوة ناقص 4 نيوتن اللي هو القوة اللي أثرت على الشحنة هاي اللي صغيرة أول إشي مقدار المجال الكهربائي عند النقطة المذكورة طيب عشان نطلع مقدار المجال الكهربائي عندي المجال الكهربائي بيسويلي القوة على الشحنة معاي أنا القوة ومعاي الشحنة تمام؟ إذن في عندي أنا القوة 6 ضرب 10 قوة ناقص 4 وفي عندي أنا هنا الشحنة 2 ضرب 10 قوة ناقص 9 طبعا ما في داعي أنا 6 تقسيم 2 ثلاث والعشرة ناقص 4 ناقص 9 بتصير زائد 9 فبصير 9 ناقص 4 اللي هي 5 فبصفي عندي 3 ضرب 10 قوة 5 نيوتن لكل كولو طيب واتجاه المجال هو نفسه اتجاه القوة لأن الشحنة موجبة تمام؟ طيب الآن أنا هاي بيفسر لكم إياها بعدين الاتجاه المجال هو نفسه اتجاه القوة لأن الشحنة موجبة يعني هو كأنه ذاكر لي في السؤال أنه هي الشحنة موجبة طيب هاي رح نأخذها القاعدة الآن بدي أفهمكم الشغلة هاي لأنه هذا السؤال شوي معقد الأمور أول أول فرع اللي إحنا حلناها عندي أنا شحنة اختبار آه هايها موجبة كأنه أنا نسي أكتبنها موجبة تمام؟ طيب الآن أنا عندي شحنة الشحنة العادية الشحنة العادية هي لها مجال هايها شين؟ لها مجال طبعا المجال مش بس هون في أكثر من نقطة لكن أنا اخترت هاي النقطة وبدأ لقيس عندها إيش؟ المجال إيش حطت عندها؟ حطت عندها شحنة اختبار موجبة دائماً شحنة الاختبار موجبة تمام؟ طيب الآن بس حطت عندي شحنة الاختبار هاي النقطة اللي حسبنا عندها المجال حسبت المجال الكهربائي من خلال تطبيق القانون الآن بدي أفهمكم شغلة عن المجال الكهربائي قبل من حي الفرع الثاني لأنه هاي الشغلة راح تخربط شوي إذا ما فهمتوها الآن المجال الكهربائي نرجع المجال الكهربائي للشحنة هاي تمام؟ عند النقطة هاي هو مجال ثابت تمام؟ كيف يعني؟ يعني أنا إذا بحط شحنة اختبار الصغيرة الآن أنا بحط شحنة اختبار الصغيرة عشان ما تأثر لي على الشحن الأصلية هاي تمام؟ هاي الشحنة طبعاً مبينة إنه هاي ضخمة هاي كبيرة جداً لا تقارن بشحنة بالشحنة الصغيرة تمام؟ فلذلك يعني مهما يكون هاي قيمتها لأنها صغيرة جداً ما بتأثر على الأولى فأنا بحط شحنة الاختبار وبحسب المجال عند هاي النقطة تمام؟ الآن كونه أنا حسبت المجال عند هاي النقطة المجال هو عدد ثابت يعني أنا بس أحسب عند هاي النقطة خلص هو ثابت تمام؟ هنا بس أحسب عند هاي النقطة ثابت تمام؟ يعني لما أحسب عند هاي النقطة أي شحنة ثانية غير شحنة الاختبار اللي أنا حطيتها هنا لو أحطها في هاي النقطة تمام؟ المجال عندها رح يظل ثابت تمام؟ طيب ليش المجال وحدته نيوتن لكل كولو المجال وحدته نيوتن لكل كولوم مضبوط طيب منذكرين كيف بدأ أحكي لكم إياها الآن أنا عندي منذكرين السعر الحرارية والقصص هاي بدأ أشبهلكم إياها فيها الآن لما أحكي إنه المجان عند النقطة الفلانية وخمسة نيوتن لكل كولوم معناته أنا الشحن اللي بدأ أحطها عندها تلك النقطة تمام إذا كانت مثلا كولوم واحد رح تتأثر بإيش بخمسة نيوتن تمام فهي هي فكرة المجال إنه هو رقم ثابت موزع حولين الشحن هاي تمام بعطيني قديش رح تتأثر أي شحن بخطها تمام قديش القول رح أأثر رح أأثر فيها على أي شحن بخطها طيب طبعا أول مرة بقيسه اللي هي المرة اللي هي أول مرة وآخر مرة بقيس فيها المجال بإيش بشحنة صغيرة طولوا إحنا عرفنا هذا الحكيين الرجع اثنين إذا وضعت أو وضعت عند النقطة المذكورة نفسها اللي حسبنا عندها المجال شحنة شين هاي مقدارها سالب أربعة ضرب عشر قول ناقص يعني سالب أربعة كولو احسب القوة الكهربائية المؤثرة فيها تمام طيب الآن أنا عندي المجال أول مرة حسبته ثابت مزوط رقم ثابت عندي القوة تمام بقدر أسوي قانون المجال كالتح الآن بعدما حسبنا مجال النقطة تمام حسبنا ميم بإمكاننا حسب القوة المؤثرة على أي شحنة مش بس شحنة الاختبار شحنة الاختبار عشان نحسب المجال وخلص وانتهينا بإمكاننا حسب القوة المؤثرة على أي شحنة كبيرة في نفس النقطة من خلال قانون نفسه لكن بعكسه مشانا عندي المجال بسوي القوة على الشين صفر اللي هي شحنة الاختباط لانا بدي القوة هايها بتسوي للمجال ضرب الشحنة مش شحنة الاختبار اي شحنة عادية بدنا اياه تمام متى بقدر اعكسه لما احسب المجال اما ان اذا معيش المجال كيف ده احسبه بقدرش احسب المجال من خلال شحنة عادية لكن بقدر احسب القوة من خلال شحنة عادية فذلك القوة بتسوي عندي المجال ضرب الشحنة المجال كم؟ حسبنا هي 3 ضرب 10 قوة 5 ضرب الشحنة اللي أطاني إياها سالب 4 ضرب 10 قوة سالب 6 تمام؟ طبعا ما منعوض السالب لما نطلع القوة زي ما حكينا فبتصفي 4 ضرب 10 قوة 6 3 بـ 4 12 5 ناقص 6 بسويلي سالب 1 12 في 10 قوة 1 اللي هي 12 على 10 1.2 نيوتن واتجاه المجال عكس اتجاه القوة لأن الشحنة سالبة كيف يعني كالتالي؟ لما أحكي لي المجال الآن رح نعرف إحنا عن اتجاه المجال لكن بشكل عام المجال مع الشحنة الموجبة كيف يعني؟ الآن أول مرة هيا رح نحكيها هيا المعلومة رح نعيدها 3-4 مرات في الدأس المجال اتجاهه مع اتجاه الشحنة الموجبة ليش؟ لأن أنا شوحت الاختبار اللي بفحص فيها المجال هي نفسها موجبة أنا عرفت المجال عساس أنه هو اتجاهه مع الشحنة الموجبة لاحظت تجاه المجال الكهربائي وين عند هاي النقطة؟ هنا مظبوط معناها أن القوة اللي رح تتأثر فيها أي شحنة بحطها هنا تمام؟ أي شحنة موجبة بحطها في هاي النقطة رح يكون تجاهها هون طب إذا حطيت الشحنة سالبة إيش اللي بصير كالتالي؟ تمام؟ القوة اللي تتأثر فيها الشحنة السالبة اليسار مظبوط؟ ليش؟ لأنه هي قوة تجاذب هاي القوة اللي تأثرت فيها الشحنة السالبة اللي حطناها لكن المجال نفسه لساته اتجاهه وين؟ هون زي هاضي يعني أنا لدي المجال نفسه اتجاهه كالتالي هيك تمام؟ افرضوا أنه هاي نفس هاي تمام؟ طيب فإذا عشان هيك هو في السؤال في الإجابة بيحكي لك أنه اتجاه المجال الأصلي اللي أنا حسبته عكس اتجاه القوة تمام؟ فهاي راح نأخذها قاعدة من هسا إنه دايما السالب تمام؟ بندسبيلها الشحنة الموجبة تمام؟ دايما السالب بيكون عكساً تجاه المجال ليش؟ إنه بتجاذب مع الشحنة الموجبة والمجال الشحنة الموجبة هو إيش؟ هو عبارة عن تنافر راح نأكد عليها هاي المعلومة لكن اللي بدي أكد عليه الآن حالياً كالتالي نرجع بالله فوق لاحظة أنا كاتب الحكي اللي أنا حكيته أنا شارحه هنا لكن أنا من الباب إنه بالحكي بتكون أفضل فلذلك كالتالي في الفرع الأول حسب مقدار المجال الكهربائي اللي شحنة خبار موجبة صغيرة موضوعاً عندها نقطة محددة لأن المجال الكهربائي يكون ثابت عند تلك النقطة المحددة يعني أنا بحسبها إذا بدأ شابهلكم إياها زي كي أنا بحسب القوة اللي بدأ تكون عندها هذه النقطة فسأنا بقدرش أحسبها هيك عن فراغي ملازم يكون فيه إشي يأثر فأنا بحط أصغر إشي ممكن اللي هو شحنة الاختبار هاي بحسب منها المجال من خلال إنه حسابة المجال تمام؟ المجال بيظل ثابت هذه النقطة الآن في الفرع الثاني بعد أن حسب المجال الكهربائي تلك النقطة المحددة أزلنا شحنة الاختبار يعني شننا شحنة الاختبار وضعنا بدل منها شحنة سالبة كبيرة عادية شحنة كبيرة طبعاً ليش كبيرة هيها من بيني قدامكم مايكرو تمام؟ طيب ونريد حساب القوة التي تؤثر بها الشحنة الأصلية بدلالة قيمة المجال بدلالة قيمة المجال يعني أنا لو معاي الشحنة الأصلية العادية كان حسبت القوة زي الدرس الماضي لقوة كلهم لكن أنا هاي المرة حسبتها بدلالة قيمة المجال الكهربائي فأنا عندي الشحنة ضرب المجال بعطيني القوة المؤثرة عند أي نقطة في هذا المجال طبعاً هذا السؤال ركزت عليه كثير لأنه هو مهم جداً يعني إذا فهمنا نفهم باقي الدرس وإذا ما فهمنا يعني للأسف هنلاقي ونواجه صعوبة لكن مع الأمثل إن شاء الله إنه بيكون الوضع أفضل طيب مثالي بعده مثال خمسة خمسة بيحكي لي وضعت شحنة كهربائية موجبة شين ثلاث سمال إياها ثنين ضرب عشر قوة ناقص ستة كولور عند النقطة دال هاي النقطة دال وهي شحنة كهربائية موجبة شين ثلاث بين شحنتين سالبتين شين واحد وشين اثنين متساويتين مقداراً تمام؟ كما في الشكل في الأسفل هاي عنده شين واحد وعنده شين اثنين هذول سالبتين تمام؟ طيب فتأثرت بقوة من الشحنة الأولى قاف واحد ثلاث واحد ثلاث تمام؟ تساوي لي واحد ضرب عشر قوة ناقص ثلاثة نيوتن أعطاني هون القوة على طول ما أعطاني شحنة ويحسبوه أعطاني القوة اللي أثرت فيها شين واحد على شين ثلاث نحو اليمين هيا واحد ضرب عشر قوة ناقص ثلاثة نيوتن ومن الشحن الثاني اللي أثرت بقوة ثلاث ضرب عشر قوة ناقص ثلاثة نيوتن نحو اليسار جد ما يأتي القوة المحصنة المؤثرة في شحنة شين ثلاث المجال الكهربائي عند النقطة دال تمام؟ طيب الآن أول إشي خلينا نأخذ فرع فرع أحسن لكم أول إشي القوة المحصلة المؤثرة في الشحنة شين ثلاث تمام؟ هذا الفرع السهل ليش؟ أنا عندي قوة بالتجاه اليمين اسمها قاف واحد ثلاث القوة بالتجاه اليسار اسمها قاف اثنين ثلاث طيب لما تكون القوتين متعاكستين إيش منسوي؟ القوة المحصلة تسوي للأكبر ناقص الأصغر الأكبر هنا قاف اثنين ثلاث وهيه ثلاثة ضرب عشر قوة نقص ثلاثة نيوتن نحو اليسار والأصغر واحد ضرب عشر قوة نقص ثلاثة نحو اليمين الآن نهاية معطية السؤال وأنا كاتب لكم الشرح قاف اثنين ثلاث ناقص قاف واحد ثلاث وتسوي لي ثلاث ناقص واحد اثنين والأصغر بطلع على حاله نحو مين اليسار تمام؟ طيب الآن الفرع الثاني المجال الكهربائي عند النقطة الدهب تمام؟ طيب بيتي طالب بيسألني كيف المجال الكهربائي يا أستاذ؟ طب ما احنا حكينا إنه لازم المجال الكهربائي تكون الشحنة كثير صغيرة صح؟ احنا عرفنا إنه الشحنة لازم تكون كثير صغيرة الآن بحكي لك أنا أول إشي إنه بيكنا نحكي المجال الكهربائي لأي تمام لأي عند أي نقطة هو القوة على الشحنة تمام؟ القوة على الشحنة حسا أنا لما أجي أعرف المجال الكهربائي لهاي الشحنة بستخدم شحنة صغيرة موجبة مضبوط بس أنا أحسن بتش عرف أنا بدي المجال نفسه تمام؟ يعني مش شرط المجال إنه أجي أعرفه أنا ممكن أحسب المجال وخلص يعني تمام؟ الآن إحنا قبل أول إشي كنا نحكي عن تعريف المجال الكهربائي تمام؟ الآن أنا بدي أخذ مفهوم مجال الكهربائي كمفهوم وخلص أجرده أحكي المجال الكهربائي بسوي القوة عندها تلك النقطة على الشحنة نفسها اللي بتأثر فيها إيش؟ اللي قاعد بتأثر بالقوة تمام؟ الآن نيجي الآن لحساب المجال الكهربائي عند النقطة دال نطبق القانون المجال المجال بسوي القوة على شيء ثلاث لكن أي قوة كان عندي قوتين؟ إذا كان عندي قوتين أو أكثر بحط القوة تاعت المجال هي القوة المحصلة بتاعتهم فالقوة المحصلة كانت بتسوي لي ثنين ضرب عشر قوة ناقص ثلاث والشحنة كانت طبعا موجة بإشارتها حتى لو سالبة ما منحطها دير بالكم تحطوا سالب ما في سالب ثنين ضرب عشر قوة ناقص ستة لاحظ اثنين مع اثنين راحات وصارت عندي واحد ضرب عشر قوة لاحظ هاي الناقص لما تطلع الفوق بصير زائد ستة ناقص ثلاثة زائد ستة سوي لي ثلاث فصارت عشر قوة ثلاث نيولتن لكل كولو تمام؟ طيب إذن هاي ثاني فكرة وهذا الدرس مش سهل يجمعنا يعني هذا الدرس فيه مفاهيم فيه مفاهيم شوائي بده تركيز فلذلك أنا عشان هيك بحكي لكم إنه أي حدا بده يحضر هذا الدرس تمام إن شاء الله سنلجاي لا يكون نثقل بالأكد سواري برمضان أو غير رمضان تذكيب الأكل مش إشي لطيف فحكينا هاي فكرتين أول إشي أنا بدي أعرف المجال من خلال شحنة اختبار إيش صغيرة موجبة تمام؟ الآن بعديها أنا بمكاني أحسب القوة اللي موجودة عند هاي النقطة هاي أول فكرة الفكرة الثانية أنا بمكاني أحكي إنه في مجال عندي هنا بأي نقطة بديها تمام؟ والمجال بسوي القوة على الشحنة لأنا مش قصدي أعرف هنا أنا قصدي بس أحسب المجال المجال مثلا إذا شلت هاي الشحنة وخطت عندها أي شحنة ثانية تمام؟ بدي أشوف قداش عن تتأثر بالقوة فمثلا لو شلت الشحنة هاي وحطت شحنة ثانية رح تتأثر من الشحنتين السالبات بعشرة قوة ثلاثة نيوتن لكل كولوم يعني ألف نيوتن إذا كان إيش إذا كان شحنتها قيمة الشحنة كولوم واحد بس كيف لو تكون ثلاثة أو ثلاثة أو شيء بس طبعا إحنا غالبا ما منحط كولوم يعني لأخذوا الشحنات دامًا بتكون إيش؟ تكون مايكرو كولوم، ميلي كولوم، مايكرو كولوم، مايكرو كولوم ما هيكي طيب إذا وضعت أو إذا وضعت شحنة كهربائية عندها نقطة مثل هاي ما منعرف وين هاي وكانت القوة المحصلة عليها صفر يعني قاوف محصلة كانت صفر ما مقدار لمجال الكهربائي عند النقطة المذكورة؟ ن مقدارة مجال الكهربائي عند النقطة المذكورة للاحظا بعد القانون فالمجال صفر عند تلك النقطة صفرا ايضا تمام طيب اذا الان احنا عرفنا شو يعني مجال الكهربائي انه هو عبارة عن المنطقة اللي حوالين اي شحنة تمام ويتم تعريفه من خلال شحنة موجبة تمام وعرفنا شو يعني انه كيف انا بدي احسب المجال لدي النقطة هاي بعدها انه احول اخذ القوة بدلات المجال او انه احسب المجال بشكل عام تمام بديش اعرف هو بدي احسي هو بشكل عام فبستخدم ايش كلهم نفس القانون اللي هو ميم بتسوي اللقاف محصلة على عفوا ميم بتسوي اللقاف على الشحنة لما يجي نعرفه بتكون شوحنة اختبار لما يجي نحسبه عادي بتكون ايش بتكون اي شحنة ماكي المشكلة الان بنا ندخل على خطوط المجال الكهربائي والان بنبلش نعمل في الموضوع شو شي بحكيلي بنا ندرس خطوط المجال الكهربائي الان بشكل اوسع ما بنلوخد بس شحنة يتم تمثيل مجال الكهربائي عندها نقطة من خلال سهم زي ما شفنا فوق انه انا بدي اجيب شحنة صغيرة واشوف السهم اللي هو اتجاه وين؟ اتجاه القوة يدول على اتجاه المجال عندها تلك النقطة الان لتمثيل مجال الكهربائي حولها شحنة نضع سهم عندها كل نقطة في المجال لاحظ بحيث انه كل نقطة تمثل شحنة اختبار موجبة للكشف على المجال الكهربائي للشحنة وتتأثر به طيب الان لاحظ عندي احنا قبل ايش كنا نسوي كنا نجيب شحنة اختبار ونحطها مثلا بهاي النقطة ونشوف وين راح تتأثر طبعا شحنة اختبار داما موجبة راح نتفق عليها هاي شحنة الاختبار صغيرة وموجبة تمام طيب فمنحطها هون مثلا ونشوف ايش القوة اللي بأثر عليها اكيد هاي مثلا موجبة فراح تأثر عليها لوين بالتنافر بهاي الجهة ليش طبعا بتأثر عليها بهذا السهم بالذات لان انا في عندي خط واصل بين الشحنات حكينا تمام يعني مثلا انا بدي اعرف المجال كالتالي انا عندي زي خط واصل والقوة الكهربائية مني بتشتغل على الخط الواصل زي ما اخذنا درس السابق طيب وعندي كمان هون خط واصل مزبوط وعندي هون خط واصل وهكذا فانا اي خط بوصله بين الشحنتين القوة بدت تشتغل عليه خط طبعا لازل دائما نكون خط مستقيم فلاحظ عندي المجال صارت تجاهه هون هيك وهون هيك وهون هيك فمجموعة الاسهم هاي تمام التي تحيط بالشحنة لتنفيه المجال عندها كل نقطة تسمى خطوط المجال الكهربائي تمام ايش خطوط المجال الكهربائي هاي مجموعة الاسهم طبع ما عارفين ايش المسوا اسهم هاي هي عبارة عن المسار الوهمي الذي تسلكه شحنة اختبار حرة الحركة موجبة طبعا عند وضعها في المجال المسار بناء على القوة اللي بتأثر عليها فالثان هون القوة موجبة تنافرها هون القوة موجبة تنافرها هون القوة موجبة وهكذا الان تمام الان لقدام راح نشيل هاي الاسهم ونشوف كيف راح نمثله فاذا تزودنا خطوط الخطوط الان رسمتها شفتوها قبل شوية هاي ايش مالها خطوط المجال الكهربائي تزودنا بمعلومات عن الشحنة للمجال نفسه نسف ت Panama واتجاه المجال عنده كل نقطة فيه بما اننا نعرف ان شحنة الاختبار هيه شحنة موجبة صغيرة بما نعرف انها شحنة الاختبار دائما موجبة صغيرة وبنان عليها نرسم المجال الكر propri Instagram ويكم اوضع هذه الشحنة اهمال وضع الشحنة هذه على الرسم ورسم الخطوط فقط كيف يعني طبعا انا بعرف انه هاي شحنة موجبة خلاص ما في داعي ارد اظن اكتب ايش شحنة موجبة شحنة موجبة شحنة بحفظ انا شحنة موجبة وبسأل عندي ايش اسمه خطوط المجال الكهربائي الان رح ندرس خطوط المجال الكهربائي وخصائص اولا تتجه الان ارد عيد الان رح ننسى انه هي شحنة موجبة لكن اذا حد رد سألني والله من وين جبنا الخطوط ما احنا الا ساعة مش رح فيها انه هي عبارة عن المسار اللي رح تتأثر فيه الشحنة الموجبة الصغيرة وتبتعد او تقترب بناءا عليه تمام طيب بحكي لي واحد تتجه تتجه خطوط المجال الكهربائي خارجة من الشحنة الموجبة وداخلها في الشحنة السالية اذا كان عندي شحنة موجبة كبيرة فخطوط المجال الكهربائي رح تتجه خارجة منها زيكنها طالعة منها ليش اعني ان هنا لدي间 أنا تنافر اعترىPOق او اقس Oriogaem بس خلاص احنا اشللنا الان الشحنات لو حطينا هنا شحنة تنافر تنافر you can have a charge of i if you put hai تتلععيش خارجة من الموجب هاك تناخلخطوط الان لو كان عندك ب apprenticesラ HD Silive file هيكون العكس لو اعتبرت أن هنا شحنة سالبة سيكون العسول الان حطيت هنا شحنة شحنة للاختبار تجاذب تجاذب اتشيل device الان ت properties of yourrijests تصل ثم تصفي away치ined it時 خارجة من الموجب ثانيا هذه أول خاصية ثانيا خطوط المجال الكهربائي لا تتقاطع لماذا لا تتقاطع؟ لأنها لو تقاطعت لأصبح المجال عدة اتجاهات عندها نقطة التقاطع طيب يعني افترض أنه أنا مثلا عندي هنا نقطة وصفت عندي خطوط المجال زي هيك والله في عندي واحد هيك في عندي واحد هيك عند كل نقطة لازم يكون أنا عندي اتجاه واحد طيب هاي النقطة أنا شايفة أنه يعني بروح هيك وبروح هيك معقول هذا الحكي ما أنا في عندي نقطة ثانية هنا تمام؟ عندي نقطة ثانية هنا بزبط الشيكون لنقطة الوحدة أكثر من اتجاه أكثر من اتجاه لا إيش لحركة الشحنة شحنة الاختبار الموجب الصغير فلذلك خطوط المجال الكهربائي لا تتقاطع يتناسب عدد خطوط المجال الخارجي من الشحن الموجب مع مقدار الشحنة يعني كمان هاي حطوها العلماء خطوط المجال بحيث أنه هي الدللي يعني مدلول بس مدلول على مقدار الشحنة مثلا إذا كان عندي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعشر راها داعش تناشر فلانا فراتعش أو تناشر فبيصفي عندي أنا الشحنة هيقيم لها تناشر تمام؟ إذا كان عندي مثلا هون ثلاث وثلاث هاي ستة ثمانية فصفي هاي عندي ايش قيمتها؟ ثمانية يعني هاي الخطوط كمان إلها مدلول على إيش عم يقدار الشحنة نفسها تمام؟ طيب تكون خطوط المجال متراصة قريبا من الشحنة وتتبعد عن بعضها كلما ابتعدتها أو ابتعدنا عن الشحنة طبعا هاي كيف من كانكم تفهموها إنه أنا لما أكون قريب من الشحنة بتكون شحنة الاختبار مثلا هاي لدخوطة بتكون قريبة من بعض لاحظ تمام؟ فأنا كلما بعادت بناء على الدائرة هاي المحيطة بالشحنة بتتكون إيش؟ بتتكون أبعد فذلك أنا بس تبدأ قريبة من بعضها لكن إيش تبلش تبعد 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 وهكذا تمام؟ طيب فالآن هذا أحد الأسباب إنه أنا عندي الدائرة هاي كل ما لها ايش؟ كل ما لها بتكبر وثاني شنو أنا في عندي قوة التنافر بين الشحنة هاي الاختبار وشحنة هاي الاختبار فإنفع يكونوا كمان قراب من بعض كثير تمام؟ طيب فإذا هاي هي خصائص خطوط المجال الكهربائي وهاي لازم نفضها بصراحة الأول والثاني شرحناهم بالتفصيل يعني الأول يدخل بتعريف نفسه تمام؟ تعريف المجال و الآن في عندي أنا عدد الخطوط يتناسب مع المقدار وها بتكون متراصلة قريبا من الشحنة تتباعد عن بعضها كل ما بتعدى عن الشحنة الآن هذا المجال هو مش مجال يعني هو الخطوط وهمية لكن المجال هو موجود بتتأثر فيه أي شحنة بتحطه هون بتتأثر تمام؟ فإلا اللحظوا عندي الآن كيف الجمال رح سير في المجال خطوط المجال الكهربائي بين شحنة نقطية موجبة وشحنة نقطية سالب الآن هذا هو شكل الكامل للمجال الكهربائي وهو من أحد الأشكال الجميلة جدا يعني اللي الواحد لما يطلع عليها بنبهر إنه معقول يعني بين الشحنات فيها الخطوط طبعا الوهمية هالخطوط لكن كل خط منها بيمثل لي إيش بيمثل لي قوة وتفاعل إلى آخرين فلاحظ كيف عندي شحنة موجبة وعندي شحنة سالبة لأنا أنا دمجتهم بطل عندي شحنة موجبة وسالبة لحالة فإيش اللي بصير اللي بصير كالتالي في عندي أنا شحنة موجبة خارجة منها خطوط المجال شايف خطوط المجال تخرج بتروح وين والشحنة سالبة داخل إليها خطوط المجال تمام فلاحظ كيف الشحنات بتدخل عفوا الخطوط بتطلع من الشحنة الموجبة بتدخل إلى الشحنة السالبة ولأن حناءاتها مختلفة حسب إيش حسب موقع يعني بحسب النقطة اللي أنت بدك عندها المجال تمام طيب الساين هذا إيش بدللي بدللي على اتجاه المجال عند تلك النقطة مثلا هنا هيك هنا هيك واحد مثلا هذا وين رح يكمل رح يكمل رح يكمل لزي هيك تمام ويجي هون وهكذا طبعا ليش هاي امرض نذكركم إنه شحنة الاختبار هي موجبة فلاحظة عندي كيف تنافر تجاذب تنافر تجاذب تنافر تجاذب وهكذا تمام طيب إذا أنا أخذت شحنة نقطية موجبة وشحنة نقطية موجبة ثانية لأن أنا عندي شوف خطوط المجال خارجة من الموجب طبعا هي خارجة من الموجب كمان هون تمام ما فيش ايش يدخل عليه خطوط المجال يعني ما في والله شحنة سالبة أو ما شابه طيب الآن لاحظوا شو اللي بصير في حافة الشحنة الموجبة أو الموجبة الآن كونه في تنافر بين الموجب والموجب تمام فهاي المنطقة فاضية ما فيها خطوط مجال هاي المنطقة تتعادل عندها القوة وإذا حطينا الجسدين فيها ما بتأثر بأي مجال تمام هاي المنطقة هتسميها منطقة انعدام المجال لكن نلاحظ ايش اللي بصير عندي هاي الخطوط راح تروح داخل الى مكان ما المكان ما أكيد هذا مش هيكون شحنة موجبة لأنه شحنة الموجبة بتولد لتنافر بين المجالات إذا كان عندي مجال موجب موجب أو سالب وسالب حتى راح تولد لإيش تنافر والتنافر هذا يعني أنا مثلا الجسم بوصل لهون أول إيش الجسم تمام اللي هي شحنة الموجبة هاي اللي حكينا عنها شحنة الاختبار بنحطه هون مثلا بتحاول تنفر من مين من الموجب تنفر منه بتروح بتبلجها تروح لوين لهاي الجهة لكن هاي الجهة فيها إيش فيها قوة تنافر ثانية كمان تطلع لفوق بتكمل لفوق بتحاول تبتعدان هاي الشحنة وعنا هاي الشحنة إيش اللي بصير فيها بتطلع 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 بتحاول تطلع تمام يعني إذا إجت هون لو حطينا موح شحنة موجبة هون تمام طبعا هذا أنا بحكي هون الشحنة الموجبة الصغيرة هاي اللي هي الشحنة الاختبار هون التعريف أنا بحكي عن مين عن التعريف لكن أنا إذا جبت هون شحنة عادية حطتها هون ولا رتتأثر بأي قوة من أي مجال ليش المجال هون معدوم تمام طيب فإذا نلاحظ أن المنطقة في الوسط خالية من خطوط المجال الكربائي ليش؟ وهذا يعني أن المجال ينعدم عند تلك النقاط هاي وتسمى تلك المنطقة منطقة تعادل تمام إذا المنطقة التي ينعدم عندها المجال الكربائي تسمى منطقة تعادل تمام طيب وكمان هون بيبين معنا الفرق بين التعريف وبين المجال اللي أنا بدي أحسبه التعريف هايو التعريف الخطوط طبعا إذا قلتلك بدي مجال يعني المجال المؤثر على الشحن الموجودة هون بتقول لي صفر تمام؟ أنا هون خلص عرفت بناء على القوة الموجودة طبعا بعرف متى بحطهم جنب بعض وبشوف خطوط المجال كيف رح تتفاعل بعدها هون أنا بحط شحن سالب أو موجب خلص يعطيك العافية يعني ما في مجال نلاحظ أن مقدار المجال الكهربائي الناشئ عن شحن نقطية واحدة أو مجموعة شحنات يتغير مع تغير موقع النقطة التي يحدد عند المجال إذا الموقع هو إيش؟ عفوا المجال الناشئ عن شحن نقطية واحدة هيها واحدة أو مجموعة شحنات زي ما شفنا موجب 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 سالب و هكذا يتغير مع موقع النقطة التي يحدد عندها المجال يعني أنا هون بيكون مجال غير عن هون غير عن هون و هكذا نفس الإشي فوق طبعا عندي أنا تجاه هون مثلا مستقيم تجاه هون منحني لاحظ هون تجاه هيك و هون تجاه هيك و هكذا فإذا هذا المجال بتغير مع تغير النقاط واتجاهه يتغير أيضا لذلك يوصف مجال الشحن النقطية بأنه مجال كهربائي غير منتظم شو يعني غير منتظم؟ يعني يتغير اتجاهه و مقداره عند تغير النقاط التي يحدد عندها تمام؟ طيب إذن هيك إحنا خلصنا من خطوط المجال الكهربائي بيجع عليها طبعا يعني بإمكانك أنه تتوقع أنه يجع عليها أي شيء ممكن خصائص الخطوط المجال الكهربائي نفسها أو مثلا نرسم للمجال الكهربائي لشحنة موجبة لوحدها شحنة سالبة هاي بسميها لوحدها تمام؟ أو شحنة موجبة مع سالبة طبعا شحنة موجبة مع سالبة بإمكانكم ترسموها بشكل بسيط إنه والله تحط له ثلاث أسهم تمام؟ خارجة من الموجب داخل إلى السالب خارجة من الموجب داخل إلى السالب تعدل هذا كله المجال الكهربائي لا كل شحنات هاي النقطية لأخذناها يسمى مجال الكهربائي غير منطظة ليش حكينا إنه في مجال الكهربائي غير منطظة؟ إلا أنا سأدرس نوع ثاني من المجال الكهربائي هذا المجال الكهربائي نسميه إحنا المجال الكهربائي المنطظة تمام؟ طبعا نفس الفكرة إنه بتعرف من خلال شحنة اختبار موجبة وفيه موجب شحنات موجب وسالبة وهكذا إلو أسهم وإلو خطوط لكن الفرق الوحيد بينه وبين القبل إنه هذا منتظم بمعنى إنه يكون ثابت المقدار والتجاعد النقاط جميعها تمام؟ الآن راح نتعرف عليه أنا كنت بصراحة ناوي أخلص الفيديو لهون لكن ما في مشكلة منكمل إذا أنتو حابين طبعا تأخذ بريك تروح تراجع لقبل ما في مشكلة والدرس المنتظم هو درس نوعا ما فيه كمان تفاصيل أكثر يعني طيب الآن يمكن المجال الكهربائي أن يكون منتظم في جميع النقاط ومنتظم بمعنى إنه يكون ثابت المقدار والاتجاه عند النقاط جميعها فيه تمام؟ ينشأ المجال الكهربائي المنتظم وين بنشأ هذا المجال؟ حكينا لفوق الغير منتظم يعني إذا أسألتك الغير منتظم تحكي لشحنات نقطية المنتظم ينشأ بين صفيحتين موصلتين متوازيتين إحداهما موجبة الشحنة والأخرى سالبة الشحنة ونشوف الشكل أبامنا أنا عندي صفيحة طب الصفيحة بمعنى إنه عندي زي ما تحكوا بليت يعني تسمى صفيحة هي تمام؟ شكل مستطيل تمام؟ نعتبر أنه فلزي ما هو موصل موصلتين تمام؟ متوازيتين يعني لاحظ متوازيت في عندي أنا توازي تمام؟ مش مثلا والله متعاملتين أو يعني في عندي زاوية أو إشي لا لازم يكونوا متوازيتين تمام؟ افرضوا أنا القطعتين حديد عندي تمام؟ أو فلز شو مكان هنا؟ هاي صفيحة هاي صفيحة متوازيتين؟ الأولى مشحونة بموجب والثاني مشحونة بسالب تمام؟ طيب الآن تفصلهما مسافة يعني بينهم مسافة تمام؟ يعني مثلا هنا خمسة صندر إيش اللي بدو يسر عندي؟ بدو ينشأ مجال الكهربائي منطظم وهذا المجال الكهربائي المنطظم أسهمه تطلع من الموجب وتروح للسالب زي ما حكينا المجال الكهربائي خارج من الموجب وداخل في السالب في حالة إيش؟ في حالة الشحنات لكن شو الفريق بينه وبين الشحنات؟ إنه هذا لاحظ الأسهم كلياتها نفس الشكل تمام؟ نفس المقدار نفس الاتجاه فأنا يعني القوة بتكون مثلا هنا هي نفس القوة هنا تمام؟ هي نفس القوة هنا الآن الهندسة المجال الكهربائي هذا تمام؟ وشكله بيخليه منطظم فإذاً هذا هو المجال الكهربائي المنطظم أهم شي نعرفه إنه بدو يشأ بين صفحتين وصفحتين تمام؟ وإنه يكون ثابت المقدار والاتجاه الآن لاحظ بيحكي لي إنه لا يوجد في المجال الكهربائي المنطظم منطقة تعادل إحنا قبل شو يأخذنا منطقة تعادل؟ يعني منطقة بيكون فيها مجال وين؟ صفر لاحظ من أول شحنة لآخر شحنة فيش منطقة هون بيكون فيها إيش؟ المجال الكهربائي صفر طبعا إحنا لما نحكي المجال المنطظم يعني لا تفكروا إنه هاي هنا طبعا إحنا نحطين شحنات موجبة لكن يفرض إنه كله يتم مشحون فهونا هل في عندي كمان أسهم يعني كل هاي المنطقة إيش؟ تمام؟ شحنات 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 فهونا في المجال الكهربائي المنطظم تمام؟ لاحظ الخط مستقيم سيبك من آي كله ياته إيش؟ بيكون معبّى مجال ثابت المقدار ثابت الاتجاه تمام؟ فلذلك لا يوجد منطقة تعادل في المجال الكهربائي المنطظم الآن بدنا ندلس إشي اسمه حركة جسيم داخل مجال كهربائي المنطظم بمعنى إنه الأجسام تمام؟ طبعا هون إحنا عرفناها بنانا على شحنة الاختبار وخلصنا خلص الآن عنده وضع جسيم مشحون في مجال كهربائي منتظم جسيم مشحون تمام؟ تمام؟ ليس شحنة عادية جسيم مشحون شو ما كان مشحون موجب أو سالب في مجال كهربائي منتظم زي هذا اللي أنا نعامله قدامي لأنا قلبت الصفيحتين تمام؟ خلتهم زي كعمودي بحيث أن يكون مجال إيش أفوقي إذا حطينا جسيم فيه سوف يتأثر بقوة ثابت المقدار والاتجاه ليش؟ أنا نقدارها ثابت واتجاهها لوين؟ مثلا هنا من اليمين لا اليسار من الموجب للسالب لأن المجال منتظم رح يتأثر الجسم بقوة ثابت المقدار والاتجاه وتطبيق قانون نيوتن الثاني في الحركة على الحال الحركي لهذا الجسم سنجد أنه يتحرك بتسارع ثابت إذا كان عندي قوة يتأثر بالجسم بشكل ثابت تمام؟ وباتجاه ثابت معنى التسارع إيش؟ ثابت تمام؟ طيب نيجي نحل الموقف أنا في عندي جسيم مشحون هنا سميشين نفرض أنه كمان شحنة عادية ما في مشكلة تمام؟ طيب بتأثر إذا حطناه في مجال كهربائي منتظم تمام؟ حيتأثر بقوة حسب شحنته الآن رح نحكيها الآن بتأثر بقوة مثلا مع انتجاه المجال هاي هي القوة ورح تحرك بتسارع ثابت طيب عفوا وبتطبيق معادلة قانون نيوتن الثاني على الجسيم الموضوع في مجال منتظم أو المتأثر بقوة كهربائية الآن إذا كان عندي جسم إلو كتلة تمام؟ وحطيته في مجال كهربائي منتظم جسم مشحون طبعا فرح تحرك بتسارع ثابت الآن القوة اللي بتأثر عليه مدام إلو كتلة لحظوا إلو كتلة وبتحرك بتسارع ثابت شو بذكرنا هذا كتلة وتسارع كتلة وتسارع كتلة وتسارع كافتة بذكرنا بقانون نيوتن الثاني بإمكانه نحسب من خلاله القوة المؤثرة على الجسم و حصق مؤثرة على الجسم بتساوي الى كتلة في التسارع القوة هي القوة الكهربائية اللي تؤثر بها يعني القوة في ههالحالة �� meistه في قانون نيوتن الثاني لكن القوة في هالحالة أشي القوة؟ هي القوة الكهربائية التي يؤثر بها المجال في الجسم المشحون قوة كهربائية كاف هي كتل الجسم بوحدة كيلو غرام طبعا زي ما منعرف وتتسارع الجسم بوحدة متر لكل ثانية تربية لكن نحن نعرف علاقة أخرى لقوة الكهربائية من السياق السابق ألا وهي حكينا أن القوة الكهربائية كمان بتسوي لي إيش ميم في شيم المجال ضرب الشحنة فإذا كانت القوة الكهربائية القوة الوحيدة يعني إذا كانش في قوة بتأثر على الجسم إلا القوة الكهربائية إذا كانت القوة الكهربائية القوة الوحيدة التي تؤثر في الجسم فهذا يعني أنه مجموع القوة اللي هي القوة المحصلة اللي كنا نسميها تمام اللي هي في قانون اليوتن الثاني نفسها هي إيش القوة الكهربائية إذن عندي ميم ضرب شين بتسويلي كاف ضرب تا بحكيني من هذا القانون بإمكاني أنا أحسب تسارع الجسم الموجود داخل مجال الكهربائي منتظم من خلال تسارع بيسويلي المجال ضرب الشحنة على كتلة الجسم طبعا كلها بالوحدات العالمية اللي بنعرفها متر لكل ثاني تربيع عندي اليوتن لكل كولوم كولوم وكيلوغرام نيوتن لكل كولوم كيلوغرام أنزم تمام إذن هذا القانون أنا بإمكاني أحفظه أو بإمكاني أحفظه معنا هذول القوانين لفوق يعني المفروض أنه نحفظه تمام والرد يعني مسبقا فلذلك إذا بساوي القوة الكهربائية بالقوة المحصلة اللي هي كافتة بعطيني قانون تسارع جسم داخل مجال كهربائي منتظم بإمكاننا أيضا نطبخ معادلات الحركة بتسارع ثابت شوف القوة اللي إحنا بنوخذها بقانون يوتن ثاني هي لما يكون تسارع ثابت معادلات الحركة اللي أخذناها بصف التاسع تمام هي أيضا إيش لتسارع ثابت فإمكاننا تطبيقها للتنبؤ بسرعة الجسم النهائية والزمن المستغر لقطع مسافة المجال وما إلى ذلك من القيام بالتذكير طبعا معادلات الحركة برضو يعني مفروض إحنا بالفيزة نحفظهم تمام فمعادلات الحركة هي عين 2 بتسوي لعين 1 زائد 2 في زين سين بتسوي لعين 1 في زين زائد 0.5 في زين تربيع وعين 2 تربيع بتسوي لعين 1 تربيع زائد 2 في التسارع في المسافة طبعا هاي كنا نسمي المسافة والإزاحة وعند سرعة البتدائية السرعة النهائية الزمن والتسارع بعد ما نعرف هاي الأمور كلها تسارع تأخذ مجال الكهربائي منتظم بإمكاننا إحنا نروح على مثال نيجي تطبق عملي عشان نفع مثال 5 إلى 6 بحكي لك التالي بحكي لجسيم كتلته 2 ملي غرام هاي الميم معناها ملي غرام كتلته يحمل شحنة كهربائية موجب مقدارها موجب 5 مايكرو كولو وضع بين لوحين موصلين متوازيين تمام مشحونين بشحونتين مختلفين يعني مجال كهربائي منتظم بالآخر بس هدي يوصل لك من وين بيجى مجال بينهم مجال الكهربائي منتظم أفوقي هاي مقداره أعطاني المجال أعطاني مقدار المجال تمام أربعة ضرب عشر قوة خمسين نيوتين لكل كولوم فتحرك الجسم جسيم المفروض جسم ما في مشكلة أفقيا من السكون ولحظة نحط لك يعني علامة تحت السكون عشان نذكرك بأيام الصف التاسع تمام لما نحكي كنا نتحرك جسم من السكون ما نعنى واحد ايش بتساوي للصف احسب أولا القوة التي يؤثر القوة تمام القوة يعني التي يؤثر بها المجال المنتظم في الجسيم المشهون تمام ثانيا تسارع الأفقي ثالثا سرعة الجسيم الأفقي بعد قطعه إزاحة مقدارها خمس سنتيمتر وأربعة زمن مستغرق في قطع الإزاحة المذكورة الآن نرشوف كالتا اللي بحكي للسؤال أنا عندي مجال معطيني قيمته المجال طبعا المنتظم من الموجب للسارب كل مجالات من الموجب للسارب تمام يعني هي طالع من الموجب رايحة الوين للسارب تمام هذا تجاه القوة تاعتها كمان مش بس إنه هي والله خطوط لا هالخطوط تمثلي إيش تمثلي تجاه المجال هو تجاه القوة كمان اللي أؤثر بها المجال فأنا حطيت جسيم فيه موجب الموجب رح يتحرك وين من الموجب للسالب مع المجال الموجب رح يتحرك مع المجال رح نحكي فيها إلو كتلة ويتأثر بي بي إيش بقوة فعطاني كل هاي التفاصيل قال لي أول إشي يحسب لي القوة التي يؤثر بها المجال منتظم في الجسيم المشحون بحكي له القوة بتسوي لي المجال ضرب الشحنة المجال معطيني إياه والشحنة معطيني إياه أربعة ضرب خمسة هاي عن عندي عشرين وعشر ضرب خمسة عشر قوة خمسة عفوا ضرب عشر قوة ناقص ستة خمسة ناقص ستة ناقص واحد طبعا إذا كان عندي أنا عشرين مع ناقص واحد هاي راح تصفر صار عندي اثنين إذا المجال بيأثرلي على الجسيم هذا بثنين نيوتر التسارع الأفق هي للجسم التسارع قبل شوي أخذناه بس الآن أنا حسبت القوة ما في دائع أتطبق على القانون الفوق ضحف القانون الفوق إذا أنا ما بعرف القوة الأصلية يمكنني أخذها بدلاية المجال والشحنة اللي هي هي القوة ما هي هي القوة التسارع بيسوي القوة على كتلة تمام؟ فهاي هي قوة الكهربائية فأنا عندي القوة بتسوي لي كافة أنا بدي تسارع فبخلي التسارع الموضع القانون بتسوي لي القوة على الكتلة طبعاً هاي القوة يجي طالب يحكي لي والله لا هاي القوة تحت الكافة ما هي نفسها ما إحنا حكينا أن القوة هي بتعدل القوة هاي تمام؟ فالقوة مخسومة على الكتلة 2 على 2 ضرب 10 قوة نقص 6 صفي لي 1 ضرب 10 قوة 6 متر لكل ثانية تربية عارفين قديش هاي القيمة كبيرة جداً للتسارع؟ تسارع بيسوي لي تقريباً مليون متر للثانية مليون متر في الثانية تربية يعني رهيب سرعته تمام؟ طيب الآن ثلاث بحكي لي سرعة الجسيم الأفقية بعد قطعه إزاحة مقدارها 5 سانتي متر تمام؟ طيب الآن سرعة الجسيم الأفقية الآن بدي أروح لمعادلات الحركة كونه صار في عندي سرعة وزمن ومبيصص هاي على طول بعرف إنه في عندي معادلات الحركة فنطبق إحدى معادلات الحركة هذا القانون بده مسافة ومعاي أنا أعفون بده سرعة نهائية معاي أنا المسافة إزاحة اللي هي مسافة نفسها نفترض إنه هي نفسها تمام؟ فالإزاحة هيعطاني إزاحة لو أعطاني زمن لو أعطاني زمن ما أرطبق هذا القانون هذا القانون ما فيه زمن تمام؟ فعين اثنين تربيع بتسوي لي صفر اللي هي عين واحد تربيع لأنه حكينا بدأ من السكون زائد اثنين من القانون نفسه تسعر عشرة قوة ستة اللي هي حكينا قبل شوي مليون الإزاحة أعطانيها بش سنتيمتر عطوب بحولها لإيش؟ هيها خمسة سنتيمتر بحولها لمتر سيد خمسة ضرب عشرة قوة ناقص ثنين بضرب مع ذلك بضرب خمسة عشرة وهي ما العشرة قوة ستة اشرة قوة سبعة عشرة قوة سبعة ضرب عشرة قوة ناقص ثنين بتسوي لي عشرة قوة خمسة لأنا ليش طلعت طلعت عين 2 تربية بس انا بدي عين 2 Finished stuffedaguой 2 عين 2 بتسوي لي جذر ل 10 قوة خمسة لو نفس بعض جذر لل第 10 قوة خمسة طوان ما بينحسب يدوي غالبا تمام فبإمكانكم تعملوا كتال بإمكانكم تعملوا Andreas جذر لل 10 قوة 5 تخلوها جذر لل約 10 قوة 4 مضهوبة في جذر ال 10 جذر لل 10 قوة 4 هي عشرة قوة 2 اللي هي 100 و جذر العشرة دعونا أعرجيكم كيف تنحسب بسريعا يعني تقديرا طبعا حتى الكتاب كتب لك إنه هي تقريبا لأنها ما بنحسب الآن جذر لعشرة قوة خمسة بمكاني أعمل كالتالي ليش أنا بعرف الجذر هو إيش الجذر هو قوة نص مصبوط فالخمسة ما بتقسم على نص فبمكاني أعمل الجذر يوزع على الضرب عادي لكن على الجمع لا يوزع تمام يعني ما بزبوط أوزع فجذر العشرة قوة أربعة ضرب جذر العشرة مزوط عشر قوة أربعة في عشرة عشرة قوة خمسة وتساوي جذر العشرة قوة أربعة عشرة قوة اثنين اللي هي مية خليها مية تمام جذر العشرة في جذر العشرة جذر صحيح كامل لا ما في جذر لكن في شي قريب منه إيش هو ثلاثة فاصل ستعاش كيف يعرفت ثلاثة بثلاثة تسعة قريب من العشرة ثلاثة واحد مثلا بضوح تقرب أكثر ثلاثة وستعاش تقريبا أقرب إشي تمام؟ فهي ثلاثة فاصلة ستعاش عشرة قوة اثنين مهمية صفة مية ضرب ثلاثة قوة ستعاش ثلاثة فاصل ستعاش لما أضرب المية في ثلاثة فاصل ستعاش الصفرين هذولا بيودوا لي فاصل اليمين بكبروا العدد وبصير ثلاثمية وستعاشر متر لكل ثانية بعد كم؟ بعد خمسة سانتي فقط صارت سرعة الجزين ثلاثمية وستعاشر متر في الثانية الواحد نطبق في عندي أنا الرابع عن الزمن ومستورغ في قطع الإزاح المذكورة بإمكاننا نطبق على هاي المعادلة عين اثنين بتسوي لي عين واحد زايد تافي زين بس أنا بدي مين هنا عين واحد بعرفها صفر عين اثنين بعرفها الصحة حسبتها ثلاثمية وستعاش تسارع بعرفه زين بتسوي لي عين اثنين ناقص عين واحد ثلاثمية وستعاش ناقص صفر على تسارع الهو مليون حكي أنا عشرة قوة ستة طيب صفي عندي ثلاثمين وستة عشر قوة ناقص ستة اللي هي تساوي ثلاثة فاستة عشر قوة ناقص أربعة ثانية تمام؟ طيب يعني بأجزاء صغيرة جدنا من الثانية قطع إيش الجسم؟ خمسة سنتيم طيب نرجع شوي إذا نفهمنا إيش فكرة المجال المنطظم هو مجال مغداره ثابت واتجاهه ثابت إمكاننا نحط فيه جسيمات الجسيم هذا اللي نحطينا على جسم مشخون كرة أو إشي صغير مثلا غالبا بتكون أجزامها صغيرة هاي تمام؟ صغيرة جدا جدا كمان مش صغيرة فبتأثر بقوة ثابتة وبصير عنده تسارع ثابت تسارع ثابت بمكاننا نحسبه من خلال القانون من ساوي القوة بالقوة الكهربائية وبمكاننا كمان نحسب السرعة والزمن والأخير طيب الآن عندي ملاحظة مهمة على المجال الكهربائي المنتظم بحكية تتحرك الشحنات أو الأجسام المشحونة في المجال الكهربائي المنتظم بحسب إشارتها كيف يعني؟ يعني إذا أنا عندي مجال الكهربائي المنتظم ويجيت بدأ أحط فيه أجسام مشحونة فالجسم المشحون شحني سالبة زي المثال لفوق راح تحرك مع اتجاه المجال يعني مثلا هون من اليمين لليسار تمام؟ طيب الجسم المشحون شحني سالبة راح تحرك عكس تجاه المجال تمام؟ راح يكون وين؟ من اليسار مثلا هون من اليمين عفوا هون هون عفوا هون الأولى من اليسار لليمين اللي هي هي اتجاهها تمام؟ بدون ما أغلب حالي أحكي هي اتجاه وهون تمام؟ بعكس اتجاه المجال يعني المجال من اليسار اليمين من الموجب للسالب السالب لوين بروح ناحية الموجب الآن إذا كان عندي جسم غير مشحون ولا بصير له ولا إشي جيت بحطه هون تمام؟ في المجال الكهربائي المنتظم بيظلوا بمكانه لأنه شرط القوة الكهربائية يكون في عنده شحنة ما هاي القوة هي ايش بتفكروها؟ هاي قوة كلهم تمام؟ بس هي ناتجة عن ماشي في مجال لكن هاي بالآخر إيش؟ تجاذب نحو وين؟ نحو السالب هاي بالآخر إيش؟ تجاذب نحو الموجب ابتعاد عن عفوا تجاذب نحو السالب ابتعاد عن موجب هون سالب تجالب نحو الموجب فالله هنا نعرفها موجب مع المجال وسالب عكس المجال المنتظم طيب أنا عندي ضايل أسئلة هيكة نتسلة فيها يعني هي عبارة عن أسئلة تفكر أول سؤال تفكر بحكي لي ما العوامل التي يعتمد عليها مقدار المجال الكهربائي واتجاهه وعنده نقطة إيش العوامل اللي بعتمد عليها المجال الكهربائي واتجاهه؟ أول شي بحكي له قداش توعد النقطة هاي سوان يعني بلكن كانت نقطة قريبة أو بعيدة هذا عامل ثاني إشي مقدار الشحن المولد للمجال نفسه قديش مقدارها؟ هل هي ألف كولوم ولا هي أثنين مايكرو كولوم؟ باختلف ثالث إشي نوع الوسط المحيط بالشحنة تمام؟ يعني المجال الكهربائي إلى شحنة في المي غير عنه في الهواء غير عنه إلى آخر حين تمام؟ طيب الآن هذا السؤال كان فيه تحدي وهذا حلو جدا لو الطالب عرفه لحاله يعني بدون ما أحكي له إياه أنا السؤال بيحكي لي كالتالي وضع جسيم كتلته كاف وشحنته موجبة شين؟ داخل مجال الكهربائي منطظم ميم تمام؟ تتجه خطوطه رأسيا إلى الأعلى يعني كما في الشكل رأسيا إلى الأعلى يعني المجال الكهربائي هذا جاي من تحت لفوق غير عن اللي قبل من اليسار اليمين جاي هذا من تحت لفوق تمام؟ ينزكي نطالع من الأرض تمام؟ ورايخ لي لوهه لا تصفيح أحد ثاني اللي هي السالم بحكي له ما القوة المؤثرة في الجسيم؟ اكتب علاقة رياضية لمحصلة تلك القوة وضعت وضع الجسيم اللي هو كتلة مشحون موجب طبعا الموجب لوين رح تهرك؟ لفوق مزبوط تمام؟ إيش القوة اللي بتأثر على هذا الجسم؟ وهي يعني الفكرة كثير حلوة كثير بصراحة لطيفة أنا عندي قوت الكهربائي هذه عرفناها ماشي لكن أنا لاحظ أنه أنا حطي المجال بحيث أنه يكون تحتيه إيش؟ يكون تحتين أرض تمام؟ يعني أنا قبل لما أخذتهم اليسار اليمين عندي اليسار واليمين ما في عندي لخوت الكهرباء ما في وراء المجال إشي خلينا نحكي ما في وراء الصفحة هاي إشي تمام؟ لكن أنا هون حاط المجال بهذه الطريقة من أسفل إلى أعلى عشان تحد فيه عند الأرض الأرض أش بتسوي في الشخنة ها إذا كان لها كتلة؟ الجسم هذا تمام؟ اعتبرها كرة مشحونة إذا كان لها كتلة الأرض ايش بتسوي؟ تمام؟ الأرض تجذبها بقوة جاذبية لأوين؟ لتحت؟ مزبوط طب المجال ايش بتسوي فيها؟ بعطيها قوة كهرباء لأوين؟ لفوق إذا أنا عندي صار قوتين قوة الكهرباء خلينا نسميها خلص نسميها كهربائية تمام؟ والقوة الثانية إيش هي؟ كان لها اسم أخذناها بالصف التاسع اسمها الوزن تمام؟ طيب الجسم لأوين بتحرك؟ لفوق معناته القوة الكهربائية أكيد أقوى أو أكبر من قوة الوزن فإذا محصلة القوة على الجسم كالتالي ضرب好好 إذا تؤثر على الجسم القوتين القوة الكهربائية ل الأعلى وقوة الوزن على الأسفل ومحصلة العديدين تساوي الكتلة بالتسارع تمام؟ حسب قانون نيوتن الثاني إذا خلصت القوتين تساوي الكتلة بالتسارع يتساوي الكتلة بالتسارع ما غيرت تساوي؟ فلايقة الكهربائية المجال ضرب الشحنة ن back to the income تأتي ناقصاً الوزن قوة الكتلة ضرب تعجوز ف negative تسارع الجذبية الأرضية كان عشرة تمام تمام اذا انا ممكن اجيب لسؤال في الامتحان هاي الفكرة يعني مش كثير صعبة لكن الفكرة انو عندي قوتين قوة جاذبية قوة وزن فلذلك انو يعني حلو نعرف هاي الفكرة تمام طيب هيك احنا مكونا نتهينا من درس المجال ارجو انو يكون يعني شرح مفهوم و الى اخره لها ما عندي بعض الافكار المراجعة السريعة من خلال حلوة اسألة الدرس اولا اعرف المجال الكهربائي شيحنى عندها نقطة فبحكيله المجال الكهربائي هي القوة الكهربائية التعثر بها الشحنة شين في وحدة الشاحنات الموجبة MRSIS واعرفة الموضوع Blues شو يعني وحدة الشحنات الموجبة يعني باصغر شحنة الموجبة يعني مش موجودة تمام ولذلك حان لما نختبرها رطر ارجع لكم هاي الأشي لما نختبرها بتكون شحنة الاختبار صغيرة جدا وثاني إشي لما انا على رف المجال باحكيد هو نيوتن قوة الكهربائية لكل كولوم فانا ايش بساوي القوة الكهربائية التي تؤثر بها الشحنة ايش اللي بتغير في المجال القوة في وحدة الشحنات الموجبة وحدة الشحنات كولوم عرفناها واحدة واحد كولوم الموجبة لانه شحنة الاختبار موجبة الموضوع عند تلك النقطة تمام اذا انا هيك الشرح اعتقد واسي واسي اثنين عدة خصائص خطوط المجال الكهربائية اخذناهم من راجحهم تتجه خطوط المجال الكهربائية خارجة من الموجبة وداخلة في السالبة لا تتقاطع وثلاثة يتناسب عددها يتناسب مقدار الشحنة مع عدد الخطوط الخارجة واربعا تكون متراسطة قريبا من الشحنة وتتباعد عن بعضها كلها تتعد عن الشحنة ثلاثة ثالثة نفسر لماذا لا تشكل خطوط المجال الكهربائية مسارات مغلقة ليش ما الخط يطلع ويرد يرجع تمام ها بيتها تفسير شوي انا بحكي لكم ليش اذا كان عندي شحنة موجبة تمام الان احنا كيف نختبر المجال الكهربائي من خلال شحنة موجبة اخرى موجبة آم الموضوع بشكل الخط قاعد من salute بشكل خطوط اختي نساس ويته موضوع يتغلق سؤال المجال مجال تحدد السالبة فخطوط المجال طبعا دايما داخلة طيب فهي بس هتصفي ايش هتصفي داخلة ممكن الشحنات الموجبة اللي هي شحنة الاختبار تدخل ترد تطلع يعني ترد تتنافر مستحيل ما عندي موجب مع سالب تجاثب فلذلك كالتالي خط المجال الكهربائي هو المسار الوهمي لحركة شحنة الاختبار والمسار المغلق ايش ماله يتطلب عودة شحنة الاختبار نحو شحنة الموجبة التي خرجناها خط المجال مثلا وحلا بالنسبة للشحنة الموجبة هو يشارح لك ياها ولا يمكن عنا حدث ذلك بسبب تنافر شحنة الاختبار الموجبة مع الشحنة المولدي للمجال لو كانت تسالبة بتحكيله يتطلب ايش يتطلب تجاذبها ثم تنافرها مستحيل تتجاذب ثم تتنافر فهاي هالفكرة انو ما في عندي المسارات مغلقة تمام ال بالنسبة للشحنات او بالنسبة لخطوط المجال طبعا بيحكي هنا خطوط المجال لمين One To my فأنا عندي مسارات مغلقة بين مين ومين بين موجب وسالب ذاك خطوط المجال الواحد نفسه ما في عندي مسارات مغلقة السؤال هذا سؤال شوي بايخ كيف يمكن الكشف عن ان خط المجال يتجه من الشحن الموجبة الى الشحن السالبة عند وضع شحنة اختبار موجبة على خط المجال نجده تتحرك مبتعبة عن شحن الموجبة ومبتعبة من شحن السالبة هذه السؤال هو عباره عن عادلة سؤال فاتجاه المجال هو حرقة شحنة اختبار الموجب ب海يز هي 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 جواب أتجاه المجال غahon إحضرها ماذا بعنية مشفت ماذا يقصد منطقة التعادل الكهربائي ليسميها داخل مجال الكهربائي وهل يمكن في مجال منطرski كلمت THE منطقة التعادل هي منطقة التي نعلم تها المجال هي النقطة موجودة منطقة بالقرب المجموع النشونات كهربائية ويانا عدم عنده المجال يعني بصير صفر بمعنى انه ما فيه اي قوة اثر على الجسم عنده عنده تلك النقطة الها بالنسبة للمجال المنطظم حكينا انه لا يمكن وجود مثل هذه النقطة ايش في المجالات الكهربائية المنطظمة تمام طيب اخر سؤال بحكي لي صف حركة بروتون وإلكترون ونيوترون عنده وضعها في حالة سكون انا وضعتها من حالة السكون ما عطتها سرعة داخل مجال الكهربائي منتظم اتجاهه نحو الاعلى طيب الان عنده مجال الكهربائي منتظم اتجاهه نحو الاعلى موجب سالب فاتجاهه كيف هون في عندي انا الجسيمات اللي بتعرفوها لموجود الدخل للذرة الذرة عيش تحتوي على بروتون نيوترون وإلكترون الان البروتون شو حنته موجبة مصبوط اللي بكون داخل النوع وفي عندي نيوترون غير مشحون متعادل وفي عندي الالكترون اللي بدور حواليهم شحنته سالبة لان لو وجيت وضعت كل واحدة لحالها في المجال الكهربائي لاحظوا عندي البروتون شحنته موجبة فحيكون مساره أو حيتجاه مع اتجاه المجال اللي يعني نحو الاعلى تمام؟ لان انا عندي الالكترون مشحون بشحنة سالبة الالكترون اللي هو ايش اللي بدور نعرفو تمام؟ الالكترون لوين دو ينزل؟ دو ينزل لتحت ليش؟ لو بيمشي عكس اتجاه المجال شحنة سالبة بيمشي عكس اتجاه المجال المنتظم الالنيوترون لاحظوا هيو انا منثله هنا بسكني لانه هو فعليا ساكن بمعنى انه عفوا هو ساكن لكن انا منثله بلون سكني بمعنى انه هو متعادل اي ليس له شحنة تمام؟ فاذا كان ليس له شحنة حيضله بمكان تمام؟ لاحيطلع ولاحينزل تمام؟ طيب اذا هذا بالنسبة للجسيمات وهي الجواب هنا سيتحرك نحو الاسفل او نحو الاعلى او الى اخر تمام؟ طبعا هنا هو مش كاتب لكنه شحن لكنه بفترض انه تعرف انه شحنة البروتون هي موجبة شحنة الالكترون سالبة والنيوترون متعادل شكرا جزيلا لاستماعكم وانا بشكر اي شخص حضر هذا الدرس هذا الدرس هو درس طويل وفيه بعض المفاهيم الجديدة اي ليس بعض لكن كثير من المفاهيم الجديدة الله يعطيكم العافية جميعا الله لا يضعيكم تعب اتمنى يكون الشرح وافي وكافي ووصل لعندكم لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر العلم بين الناس نشر هاي المحاضرات اذا عجبتكم بنتم الله بصف العاشر وكل عام وانتم خير مرة اخرى نراكم في الفيديو القادم اللي هو عبارة عن حل اسئلة الفصل لكن احتمال احتمال كبير انه اسوي لكم محاكازة تجربة عن طريقة الكمبيوتر نشوف فيها المجال الكهربائي ونشوف فيها ايش قوة كولوم وبعدها على طول انتقل لحل اسئلة الفصل نراكم ان شاء الله نظر